فضل بسم الله الرحمن الرحيم أخي فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في القاهرة بايفا عزيزا على مصر متمنيا لكم إقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال هذه الزيارة والتي تأتي في إطار حرصنا على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وطاجكستان بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا كما تأتي زيارتكم فخامة الرئيس اليوم تزامنا مع مرور ثلاثين عاما على اعتراف جمهورية مصر العربية بتاجكستان المستقلة إضافة إلى قرب حلول الذكرى الثلاثين لتشين العلاقات الديبلوماسية بين البلدين فخامة الرئيس أود بداية الإعراب عن تقديرنا للحرص الذي لمسته من جانبكم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين واعتزازنا بعمق العلاقات المصرية التاجكستية والتي شهادت تناميا خلال الأعوام الماضية والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصالح شعبهما كما اتفقنا على تعزيز التنصيق في المجال الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريبة المنظمة كخطر عالمي بات يهدد معظم دول العالم بالإضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الري وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطاقة الكهرومائية والتعدين والزراعة والسياحة والصحة والتصنيع الدوائي وتناولنا كذلك سبل تعزيز التشاور بين وزارتي الخارجية البلدين واتفقنا على متابعة تنفيذ النتائج الإيجابية للدورة الثانية لللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2019 إضافة إلى ذلك تطرقت مباحثاتنا اليوم إلى القضاية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادلنا وجهة نظر البلدين حيالها وأفاق التنسيق بشأنها وأخيراً فقد تبع حسنا حول استضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ في شهر نوفمبر 2022 كوب 27 وأكدنا الحرص على حجد جميع على حجد جهود المجتمع الدولي لإنجاحه بما يحقق نقلة حقيقية في العمل الدولي حول المناخ فخامة الرئيس اسمحوا لي ختاماً أن أرحب بكم مجدداً في القاهرة معرباً عن تطلع إلى أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين مصر وتاجكستان بما يحقق الرقاء والازدهار لشعبين الصديقين ويولد مزيداً من الزخم في إعلاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا شكراً واسمحوا الكلمة لك فخامة الرئيس ترجمة نانسي قنقر